اشتركوا في القناة ادخل الورش عشان اقدر ان انا اعمل عملية انتاج لمنتج معين لازم اكون عارف مركز ثقل الاشكال المختلفة زي ما احنا قلنا لو انا عندي قرص معدني وعايز اعمله عملية تشكيل على مخراط الجامع لازم اكون عارف مركز ثقل القرص ده فين على اساس ان انا لما ثبته على المخراطة بتاعت الجامع اقدر ان انا اشتغل عليه بحيث ان هو يكون متزن ما يكونش فيه خلل اسناء دوران القرص اقدر برضو لما باجي اعمل عملية تثبيت لي مكينة داخل الورشة اقدر اكون عارف مركز ثقل المكينة مركز ثقل اجزاء بتاعتها فين لما اجي اعمل عملية تشكيل لخامة معينة اقدر انا بربطها على المنجلة اكون عارف مركز ثقل القطع اللي انا بشتغل عليها هيكون فين بالزبط على اساس ان انا لما ثبتها على المنجلة وابتدي اعمل عملية تشغيل سواء بالقطع او بالنشر ابتدي اكون عارف اتعامل مع الخامة ازاي بحيث ان هيكون متزنة اثناء عملية التشغيل وهكذا اه مجموعة من اه الفوائد اللي احنا اه نقدر نستفاد منها في اه اه معرفة مركز ثقل الاشكال المختلفة احنا الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي ان احنا نقدر نجيب مركز ثقل للاشكال المسطحة اه اللي هي ملهاش بعد تالت اه يعني اه المربع مثلا اه عرفنا مركز ثقل انه هو نقطة تقاطع القطرين المستطيل مركز ثقل ونقطة تقاطع القطرين اه المسلس طبعا اه بيكون مركز ثقل طلاقي ارتفاعات اه المسلس اه الدايرة اه بيكون مركز ثقلها المركز الهندسي وكذا الاشكال الهندسية البسيطة اللي احنا بنشتغل عليها بنقدر اه نكون عارفين مركز ثقل الاساسي بتاعه طيب لما يجيلي عندي شريحة معدنية مكونة من اكتر من قطعة من الاشكال الهندسية اللي معروفة عندي سواء مستطيل مع مسلس او مربع مع مسلس او دايرة او نص دايرة او اشكال من الاشكال الهندسية مجمعة مع بعضها اقدر ان انا احدد بعد مركز السقل بالنسبة لي الشكل الجديد دا طبعا بيكون من خلال معرفة مركز السقل كل شكل من الاشكال وابتدي اعمل عملية ايجاد للمساحات بتاعة الاشكال يعني لما يكون عندي شكل مجمع من مستطيل مع مسلس ابتدي اجيب مساحة المستطيل ومساحة المسلس وابتدي اعمل عملية ايجاد للعزوم في اتجاه سواء محور السنات لوحده لو عندي تماثل في الشكل او اقدر اجيب العزوم في اتجاهين في اتجاه محور السنات او في اتجاه محور الصادات لو عندي اه الشكل اللي موجود اه اه غير متماثل النهاردة ان شاء الله هنقدر اه اه نشوف اه لو عندنا اشكال اه مصمطة يعني كتل او اشكال اه مجمعة ابتدي اجيب اه المركز سكل الاشكال او المجسمات دي ازاي طبعا زي ما احنا خدنا قبل كده مركز سكل الاشكال كمسطحات هناخد برضو مركز سكل المجسمات يعني المجسمات اللي موجودة عندي اللي انا بستخدمها لو عندي مكعب اه لو عندي اه متوازن مستطلات عندي استوانة عندي مخروط عندي هرم عندي كرة كل دي لها كمجسمات لها مراكز سكل اه معروفة اه وابتدي اشوف لو انا عندي اه شكل مجمع من اكتر من شكل او اكتر مجسمات دي ات اقدر اجيب اه بعد مركز السكل بتاعه ازاي تعالوا نشوف مع بعض كده اه بداية اه مركز اه تابع مركز السكل تعيين مركز سكل الاجسام المعدنية لو عندي اجسام معدنية وعايز اعين مركز السكل بتاعها اقدر اعينه ازاي مركز سكل اجسام المسمطة مركز سكل الجسم المسمط هو النقطة التي يؤثر فيها وزن الجسم مهما اختلف وضعه بمعنى ان انا عندي جسم مسمط اه جسم المسمط ده ليه وزن الوزن بيؤثر في نقطة معينة مهما اختلف اه وضع الجسم اه بالنسبة لي الاحداثيات عندي اه سواء مثلا عمودي او افقي اه اه وضع الجسم المش هيأثر فيه نقطة مركز السكل اللي هي بتكون سبتة داخل الجسم بتادي نشوف الجدول الاتي يوضح موضع مركز السكل لبعض الاجسام الهندسية المسمطة الشائعة مجا بص انا عندي الاشكال اه المسمطة اللي انا بستخدمها في الحياة اليومية عندي اولا المكعب يبقى اسم المجسم المكعب الرسم طبعا كلنا عارفين ان المكعب عبارة عن مجسم اه ليه ستة اوجه اوجهه كلها عبارة عن مربع لان اضلاع المجسم كلها او اضلاع المكعب كلها متساوية عندي كل ضلع من اضلاع المكعب اه اه بيوازي وبيساوي الضلع الاخر يعني عندي اه اضلاع المكعب اه الطول بيساوي العرض بيساوي العمق طيب ما اجيب الحجم بالنسبة ليه اه المكعب بقول ان انا عندي الحجم بيساوي طول الضلع في نفسه في نفسه لان الاضلاع كلها متساوية طيب بعد مركز الثقل بالنسبة ليه المكعب بيكون نقطة تقاطع الاقطار الداخلية لما اجيب الاقطار الداخلية للمكعب ابتدي الاقي ان مركز الثقل عندي هنا بيساوي بعد النقطة دي اللي هي نقطة تقاطع الاقطار الداخلية يعني نقطة ميم اللي هي مركز السقل بتكون نقطة داخلية داخل المكعب بتقع او بتنتج من تقاطع الاقطار الداخلية بالنسبة للمكعب تشوف بعد كده الشكل اللي بعده المجسم عبارة عن متوازي المستطلات متوازي المستطلات عندي معروف انه هو عبارة عن مجسم ليه تلات ابعاد مختلفة كل بعض مختلف عن الاخر يبقى عندي طول وعرض وعندي ارتفاع او عمق طول بمقاس عرض بمقاس مختلف وارتفاع بمقاس مختلف عن الاتنين يبقى عندي هنا الحجم بالنسبة ليه متوازي المستطلات الحجم زي ما احنا شايفين بيساوي الطول في العرض في الارتفاع الطول في العرض في الارتفاع نقطة تقاطع الاقطار اللي هو بعد مركز ثقل بتاع المتوازن المستطيلات اللي هو نقطة تقاطع الاقطار الداخلي بمعنى انه لو وصلت الاقطار الداخلية بالنسبة لي متوازن المستطيلات هينتج عنهم من تقطعهم نقطة اللي هي مركز الثقل بتاع الشكل اللي هي النقطة ميم اللي موجودة عندي هنا ده يشبه الى حد كبير طبعا المكعب مع اختلاف ان المكعب اضلع كلها متساوية لكن متوازن مستطلات اضلعوا كلها مختلفة يعني التلات اضلع اللي هو الطول والعرض والارتفاع مختلفين عنها طيب عندي بعد كده المنشور المنشور القائم اه طبعا الكلام ده بينطبق على المنشور ايا كان اه المنشور سلاسي او رباعي او خماسي او سداسي او ايا كان عدد اضلع القاعدة بتاعته اه يبقى المنشور القائم اه اللي هو عبارة عن شكل ليه قاعدة بشكل معين سواء مسلس او مربع او مخمس او مسدس وليه ارتفاع طيب الحجم بالنسبة ليه المنشور القائم حجم المنشور القائم بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع بمعنى ان انا لو عندي زي ما احنا عندنا في الجدول منشور سلاسي قائم وانا منشور سلاسي يعني قاعدته عبارة عن مسلس متساوي الاضلع زي ما احنا شايفين المساحة اه الحجم بتاعه بيساوي مساحة القاعدة اللي هي مساحة المسلس متساوي الاضلع في الارتفاع بتاع المنشور طيب بعد مركز السقل بالنسبة ليه المنشور القائم بيساوي المحور هو الخط بين مركزي القاعدتين الهندسيين اه منتصف المحور يعني لو انا جيت عند مركز القاعدة الاولانية اللي هي عبارة عن مسلس مركز ووصلته بمركز القاعدة التانية اللي هي عبارة عن مسلس برضو يبقى الخط اللي موجود قدامي اللي هو الخط الاحمر ده ده واصل ما بين مركزي القاعدتين مركزي القاعدتين طبعا انا عندي المسلس اتفقنا ان مركز السقل المسلس بيكون على بعد التلت من جهة القاعدة او التلتين من جهة الرأس يبقى هنا عندي المركز اللي بيقع على بعد التلت اللي ارتفاع من جهة القاعدة لو اوصلتوا بنفس المركز بالنسبة للمسلس الاخر هيبتدي يديني خط منتصف الخط ده اللي هي اللي هو الخط المتعامد عليه الصغير ده هو ده مركز سقل الشكل اللي هو المنشور اللي موجود عني يبقى اه مركز سقل المنشور بيقع على او بيقع في منتصف الخط الواصل ما بين مركزي القعدتين شوف بعد كده عندي الاستوانة عندي استوانة قائمة الاستوانة القائمة طبعا قعدتينها عبارة عن دايرة وليها ارتفاع اه مساحة الحجم تاعة الاستوانة بيساوي برضو مساحة القعدة في الارتفاع مساحة القعدة في الارتفاع يعني مساحة الدايرة في الارتفاع بتاع الاستوان يبقى هجيب مساحة دايرة واضربها في ارتفاع الاستوانة يديني الحجم بتاع الاستوانة العنية طيب بالنسبة لي بعد مركز السقل هو المحور محور يصل بين مركزي القاعدتين بيكون منتصف المحور طبعا زي ما احنا قلنا بالنسبة لي المنشور بينطبق نفس الكلام على الاستوانة لو جيت وصلت مركزي القاعدتين بخط مستقيم منتصف الخط المستقيم بيقع عليه مركز سقل الاستوانة نجي بعد كده نشوف الشكل اللي بعده اللي هو الهرم القائم لو عندي هرم قائم ايا كان قاعدته في عندي هرم سلاسي او رباعي او خماسي او سداسي او اي هرم من الاهرام بعدد اضلع للقاعدة معين من اول تلاتة لغاية ما احنا عايزين يكون عندي الهرم ده عبارة عن قاعدة ونقطة رأس بيتصل بيها الاركان بتاعة القاعدة طيب في الحالة دي حجم الهرم بيساوي تلت مساحة القاعدة في الارتفاع ما اجا اقول ان انا عندي هرم رباعي قائم الهرم الرباعي قاعدته عبارة عن مربع وليه ارتفاع بقول ان انا عندي تلت في مساحة القاعدة اللي هي المساحة المربع في الارتفاع العمودي بتاع الهرم طيب بعد مركز سقل بالنسبة ليه الهرم بيقع على المحور على بعد الربع او على بعد سين السين هنا بتساوي ربع الارتفاع من جهة القاعدة يبقى عندي هنا لو انا عندي هرم بشوف نقطة الارتفاع الوصلة ما بين مركز القاعدة مع الرأس بتاعة الهرم الخط الواصل العمودي ده ما بين مركز القاعدة مع رأس الهرم بقيس عليه الربع من جهة القاعدة او الثلاثة ربع من جهة الرأس بمعنى ان الخط العمودي ده بقسمه الاربع اجزاء بقيس الربع من جهة القاعدة يبقى ده بعد مركز السقل بتاع الهرم القائم عن القاعدة بتاعته لو قصت من جهة الرأس بقيس ثلاثة اربع الارتفاع لو ارتفاع مثلا اتناشر يبقى المركز السقل من جهة القاعدة تلاتة ومن جهة الرأس تسعة ده بالنسبة للهرم القائم نيجي نشوف بعد كده طريقة تعيين مركز سقل مجسم او جسم مصمط عشان اقدر اعرف عملية تعيين لمركز سقل جسم مصمط اقدر من خلال مجموعة من الخطوات او المراحل اللي انا بمر بيها يعني لو جالي جسم مصمط مكون من مجسمين او اكتر عايز اعرف اجيب ازاي مركز سقل الشكل كمجمل طبعا احنا زي ما احنا قلنا دلوقتي عارفنا ان كل مجسم ليه مركز سقل خاص به لما اجي اجمع المجسمات مع بعضها بيختلف طبعا مركز سقل الشكل ككل عن مركز سقل كل جزء من اجزاء المعنى لو جمعت مكعب مع هرم رباعي مثلا بحيث انهم ينطبقين على القاعدة الهرم مع دلع من اضلاق او مع وجه من اوجه المكعب ابتدي اقول ان انا عندي مركز سقل للمكعب اللي هو نقطة التقاطع الاقتر الداخلية وعندي مركز سقل للهرم اللي هو الربع الارتفاع من جهة القاعدة ما اقدرش اقول ان انا عندي مركز سقل من الاتنين دول هو مركز سقل الشكل الجديد لكن اقدر اقول ان انا عندي مركز سقل جديد اقدر احدده من خلال معرفتي ليه مركز سقل كل مجسم من المجسمين السمين ومن خلال العزوم اللي انا باخدها في اه سواء في محور اتجاه محور السنات لو عندي تماثل او في اتجاه محور السنات ومحور الصدات لو ما عنديش تماثل او العكس لو انا وضع المجسم عمودي ابتدي اقول ان انا عندي مركز سقل على بالنسبة ليه محور الصدات مش معلوم لكن بالنسبة لمحور السنات بيكون معلوم اقدر اخد العزوم في اتجاه محور الصدات عشان اقدر اعرف اه بعد مركز سقل بالنسبة ليه المجسم اه المتماثل اللي بيكون عمودي على محور السنات شوف كده اه لطريقة تعيين مركز سقل لجسم مزمن نمرة واحد في جميع مسائل اه مركز السقل ترسم المسألة رسما واضحا ويحدد محور التماسل الوجد اول خطة بعملها ان انا برسم المجسم ويبتدي اه احدد اذا كان في محور تماثل للشكل او مفيش بيفرم معايا في ايه؟ بيفرم معايا لو في محور تماثل يبقى هاخد العزوم في اتجاه واحد اه لو ما فيش محور تماثل هاخد العزوم في اتجاهين زي ما احنا قلنا في اتجاه محور السنات وفي اتجاه محور الصدات لكن لو عندي اه محور تماثل باخد العزوم في الاتجاه العمودي على محور التماسل شوف النقطة اللي بعد كده نقطة تانية يؤخذ محور عمودي على محور التماسل يفضل أن يكون في أحدى نهايتي الجسم بمعنى أن أنا عند الجسم موجود أو موضوع بوضع معين بابتدي أحدد بداية الجسم في اتجاه من الاتجاهات بابتدي أحدد بداية الجسم واخد خط عمودي الخط العمودي ده بيكون عمودي على محور التماسل لو أنا عندي الشكل موضوع في وضعه أفقي محور التماسل بتاعه بابتدي أخد خط عمودي بيكون عمودي على محور التماسل عشان أبتدي أجيب بعد كده العزوم بالنسبة للخط العمودي أخد العزوم حوالين الخط العمودي فيبتدي يحدد لي بعد مركز ثقة للشكل عن الخط العمودي اللي أنا هرسمه شوف النقطة اللي بعد كده يقسم الجسم إلى أجسام هندسية منتظمة معروف مركز ثقالها يعني عندي مجسم المجسم مكون من مجموعة من الأجسام الهندسية المنتظمة المسمطة زي ما احنا قلنا الأجسام الهندسية ديت ممكن أقول عندي مكعب استوانة هرم منشور متوازي مستطيلات أي شكل من الأشكال دي أبتدي أقسم الشكل اللي عندي أو المجسم اللي عندي لها مركز ثقة المعروف أقدر أجيب بعد كده حجم أو وزن أو كتلة كل شكل أو كل مجسم من المجسمات الصغيرة اللي أنا أسمت لها الشكل الكبير أو المجسم الكبير يبقى الفايدة أن أنا أقدر أقسم المجسم اللي عندي لمجموعة من المجسمات المنتظمة اللي هي معروفة عندي زي المكعب زي المتوازي مستطيلات زي المنشور زي الهرم زي الكرة زي الاستوانة أي شكل من الأشكال أو من المجسمات دي أقدر أنا أكون عارف طبعا مركز الثقل بتاعه وأقدر أجيب مركز ثقل للشكل إيه ككل أو المجسم ككل نقطة اللي بعد كده يعين مركز ثقل كل جسم على حدة ويحدد بعضه عن محور العزم ثم يحسب حجم كل جسم على حدة أبتدي أعين مركز ثقل كل جسم على حدة يعني زي ما احنا قلنا أن كل مجسم موجود عندي بيكون لي مركز ثقل معلوم وبعد كده أبتدي أحدد محور العزوم وأبتدي أحسب حجم كل جسم في الأجسام اللي موجودة عندي وأبتدي أخذ العزوم بتاعته في بعدها أضرب الحجم بتاع الجسم في بعض مركز ثقل عن محور أخذ العزوم اللي أنا حددته اللي هو الخط العمودي اللي أنا قلت عليه بيكون عمودي على محور التماثل أو بيكون في اتجاه محور السنات أو في اتجاه محور الصداد نقطة اللي بعد كده يحسب الحجم الكل للجسم أو المحصلة ويفرض مركز ثقل ويعتبر بعضه عن محور العزوم سين لمعنى أن أنا بعد ما بعمل عملية حساب للجسم الكلي أبتدي أحدد طبعا مجموع أوزان أو مجموع حجوم الأجزاء اللي موجودة عندي يعني زي ما احنا قلنا قسمنا المجسم ككل للمجموعة من المجسمات أبتدي أجيب حجم كل مجسم وبعدين أجمع الحجوم مع بعضها عشان أوجد محصلة حجم الشكل ككل أو المجسم ككل وأبتدي أحدد بعضه أو بعض المراكز ثقل كل جزء من الأجزاء عن محور السنات عشان أبتدي أخذ العزوم نقطة اللي بعد كده أن أنا بقول تطبق النظرية العامة للعزوم وهي المجموع الجبري لعزوم الأجسام الهندسية حول محور بيساوي عزم المحصلة أو الجسم كله حول نفس المحور ومنها يمكن إيجاد البعد سين بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا بقول أن سين بتساوي المجموع الجبري لعزوم الأجسام الهندسية حول المحور على الحجم الكلي للجسم أخذ المجموع الجبري لعزوم الأجسام اللي موجودة عندي وأسمها على الحجم الكلي للجسم بأخذ عزم لو أنا عندي شكل مكون من مكعب وهرم رباعي أبتدي أجيب حجم الهرم وحجم المكعب وأبتدي أجمعهم يديني الحجم الكلي أبتدي بعد كده أخذ العزوم للمكعب وأخذ العزوم للهرم وأجمعهم على بعض وبعد كده أقسمهم على الحجم الكلي للشكلين مع بعض فيبتدي يديني بعض مركز السقل عن المحور سين شوف بعد كده ملاحظات إذا لم يوجد للجسم محور تماثل يحدد محوران متعمدان تأخذ حولهما العزوم يفضل أن يكون في طرفي الجسم بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا عندي جسم الجسم ده ما فيهوش محور تماثل ما فيهوش محور بيقسم للشكل نصين متسويين فبتدي أعمل إيه؟ أعمل محورين متعمدين محور رأسي ومحور أفقي بحيث أن ده يكون في بداية الجسم من الاتجاه معين وده في بداية الجسم من الاتجاه الأخر بمعنى أن أنا أعمل ممسات للجسم أو للشكل أو للكتلة اللي موجودة عندي أخذ لها ممس عمودي وممس أفقي بحيث أن الاتنين دول أقدر أخذ العزوم عندهم عشان حواليهم عشان أقدر أوجد بعد مركز السقل شوف بعد كده يمكن اعتبار وزن الجسم أو وحدة حجمه يعني ممكن أشتغل على وزن الجسم وممكن أشتغل على حجم الجسم بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا عندي المجسم مكون من مجموعة من المجسمات البسيطة يعني مكون من استوانة مثلا مع مخروط الاستوانة والمخروط اللي اتنين مصنوعين من نفس الخامة يبقى أشتغل على حجم ما فيش مشكلة طيب الاستوانة مصنوعة من خامة والمخروط مصنوع من خامة تانية يبقى أبتدى أشتغل على الوزن بمعنى أن أنا عندي استوانة من الحديد ومخروط من النحاس لو أنا جمعت الاستوانة مع المخروط ما أقدرشي أخذ العزوم للحجم لكن أخذ العزوم للإيه؟ للوزن ليه؟ لأن أنا عندي الخام بتاع الحديد ليه كسافة وليه وزن مختلف عن الخام بتاع النحاس فأبتدى أجيب وزن الحديد لوحده فأبتدى أجيب وزن النحاس وأبتدى أخذ العزوم للإثنين مع بعض بحيث أن أنا هجيب وزن الحديد وأضربه في بعض مركز ثقل وعن المحور وأخذ وزن النحاس وأضربه في بعض مركز ثقل وعن المحور شوف بعد كده إذا ذكرى في المسألة كسافة المادة المصنوع منها الجسم فإن وزن الجسم يساوي كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية أو كتلة الجسم عندي هنا بيتساوي حجم الجسم فيه كسافة المادة المصنوع منها بمعنى أن أنا عندي لو قال لي أن كسافة المادة المصنوع منها المجسم معلومة يبقى وزن الجسم بيساوي كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الأرضية طيب الكتلة نفسها بيتساوي إيه؟ الكتلة نفسها بيتساوي حجم الجسم في كسافة المادة المصنوع منها الجسم يبقى عندي هنا وزن الجسم بيتساوي الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية والكتلة نفسها بتساوي حجم الجسم في كسافة المادة المصنوع منها شوف بعد كده الأمثلة مثال واحد جسم يتكون من استوانة وزنها 3 كيلو نيوتن ومخروط وزنه 2 كيلو نيوتن والمطلوب ايجاد مركز ثقل الجسم يعني عندي استوانة هو مديني وزنها 3 كيلو نيوتن وعندي مخروط مديني وزنه 2 كيلو نيوتن عايز يعرف بعض مركز ثقل الشكل ده فين بالظبط طيب انا هنا هبتدي اقول ان انا عندي الشكل عبارة عن مجسم متماثل مجسم متماثل يبقى هبتدي احدد خط عمودي على محور التماسل انا عندي محور التماسل افقي يبقى هاخد خط عمودي يكون عمودي على محور التماسل الخط العمودي ده هبتدي اخد العزوم حواليه بعد طبعا ما اقول ان انا عندي الاستوانة وزنها 3 كيلو نيوتن والمخروط وزنه 2 كيلو نيوتن يعني اجمالي وزن المجسم ككل 3 و 2 يعني 5 كيلو نيوتن طيب لما ابتدي اخد العزوم اقول ان انا عند الاصطانة 3 كيلو نيوتن في بعض مركز ثقالها عن المحور العمودي اللي انا هقوله زائد حجم او زائد وزن المخروط اللي هو 2 كيلو نيوتن في بعض مركز ثقاله عن المحور العمودي اللي انا حددته اللي اتنين مع بعض العزوم لما مع بعض لما ابتدي اجيبهم اجمعهم واقسمهم على وزن او وزن المجسم ككل اللي هو خمسة كيلو نيوتين يديني بعد مركز السقل عن الخط العمودي اللي انا حددته نشوف المسألة وطريقة حلها ازاي اول حاجة بقول الجسم متماثل حول محوره يعني هنا فيه تماثل يبقى وزن الاستوانة عندي من دهوني 3 كيلو نيوتين ويؤثر في مركز سقالها اللي هو ميم الذي يقع في منتصف محور الاستوانة ويبعد عن المحور الف بمسافة 10 متر الف بيه ده المحور اللي انا هحدده المحور العمودي اللي انا هحدده عشان اخده العزوم حواليه بيبعد مسافة قد ايه عن المحور العمودي مسافة 10 متر اللي هي 10 متر لان الاستوانة ارتفاعها 20 سنتي فبالتالي بيكون بعد مركز السقال مسافة نص المسافة يعني نص العشرين يعني 10 وزن المخروض اتنين كيلو نيوتين وتؤثر في مركز السقال وميم اتنين الذي يقع على محوره ويبعد بعد 5 سنتي من القاعدة ليه لان احنا اتفقنا لانا عندي المخروض وعند الهرم اللي اتنين بيكون مركز السقال المخروض او الهرم بيقع على بعد التلت الربع من جهة القاعدة او التلت الربع من جهة الرأس يعني اللي بينطبق على المخروض بينطبق على الهرم لو عندي هرم الهرم ده ارتفاع عشرين او مخروض ارتفاع عشرين يبقى بعد مركز السقال المخروض او الهرم بيقع من جهة القاعدة بقسم العشرين على الاربع يعني خمسة وبيقع من جهة الرأس مسافة التلت الربع اللي هو تلاتة في خمسة بخمستاشر سنتي يبقى يبعد من جهة الرأس خمستاشر من جهة القاعدة خمسة سنتي هنا عند المخروض بيبعد المركز بتاعه من جهة القاعدة مسافة خمسة سنتي لان المخروض ارتفاعه عشرين طيب لما يبقى عند المخروض بيبعد المركز بتاعه من جهة القعدة خمسة وعند الاستوانة ارتفاعها او بعدها عشرين يبقى بابتدأ اقول ان مركز ثقل المخروض بيقع عن المحور العمودي مسافة عشرين اللي هو طول الاستوانة زائد الخمسة اللي هو بعد مركز ثقل ايه المخروض زي ما احنا هنشوف كده يبقى وزن الجسم كله تلاتة زائد اتنين بيسوي خمسة كيلو نيوتر طيب اه تفرض انه او نفرض انه يؤثر في نقطة ميم التي تبعد مسافة سين عن قاعدة الاستوانة باغزي العزوم حول المحور قلب بيه هقول عندي هنا تلاتة اللي هو وزن الاستوانة في بعد مركز ثقل الاستوانة عن المحور قلب بيه اللي هو عشرة زائد اتنين اللي هو وزن المخروض في بعد مركز ثقله عن المحور قلب بيه اللي هو احنا قولنا عليه مسافة الاستوانة عشرين زائد خمسة اللي هو ربع ارتفاع المخروض بيبقى خمسة وعشرين بيسوي ايه ده كله بيسوي خمسة في سين يبقى ايزا السين هنا بتساوي تلاتة في عشرة بتلاتين واتنين في خمسة وعشرين بخمسين يعني تمانين على خمسة يعني السين بتساوي ستتاشر صد معنى ايه؟ معنى ان مركز ثقل الجسم بيقع على محوره ويبعد عن قعدة الاستوانة مسافة ستتاشر زي ما هنشوف الرسمة كده انا عندي ادي الشكل جيت من القعدة بتاعة الاستوانة اللي انا خدت عندها المحور الف بيه المفروض ان انا عندي الخط الازرق ده اللي موجود جوه الاستوانة او جوه الدايرة ده ده بيمثل المحور الف بيه اللي انا هاخد عنده العزوم طيب انا طلع عندي الرقم ستاشر بمعنى ان انا هقيس من النقطة دي على محور التماثل مسافة ستاشر سنتر وابتدي احط نقطة هي دي مركز سقل المجسم يبقى مركز سقل المجسم بيبعد عن المحور الف بيه او القعدة بتاعة الاستوانة مسافة ستاشر سنتر يبقى ده مركز سقل المجسم شوف بعد كده مثال اتنين الشكل المقابل يوضح جسم مكون من منشور من النحاس وهرم من الحديد اوجد مركز سقل الجسم اذا كان كسافة النحاس 8 et 8 كسافة الحديد 7,5 جرام على السنتيمتر المكعب عجلة الجذبية الارضية 10 متر اعصانية هنا بديني المعطيات بديني كسافة النحاس بديني كسافة الحديد بديني عجلة الجذبية الارضية ومديني طبعا الأبعاد بتاعة الشكل عندي الشكل المقابل طبعا عبارة عن منشور رباعي مصنوع من النحاس المنشور ده أبعاده ارتفاعه عشرين وطول ضلع قعدته خمستاشر يبقى عندي مربع أو القعدة عبارة عن مربع خمستاشر في خمستاشر والارتفاع بتاع المنشور عشرين طيب عندي هرم قعدته عبارة عن مربع طول ضلعه خمستاشر في خمستاشر لأنه بينطبق على متوازي أو بينطبق على المنشور بمعنى أن قعدة الهرم بتقع على قعدة المنشور فبالتالي قعدة الهرم بتساوي قعدة المنشور اللي هي خمستاشر في خمستاشر طيب ارتفاع المنشور ستاشر المنشور مصنوع الارتفاع الهرم ستاشر الهرم مصنوع من الحديد كسفته وواحد سبعة ونص جراما على سنتيمتر للمكاعدة هبنشوف بعد كده أقول أول حاجة حجم المنشور طبعا المنشور عندي آآ بارة عن آآ لي تلات أبعاد أو لي آآ عندي هنا آآ طول وعرض وارتفاع هبتدأ أول عندي المفروض أن أنا عندي خمستاشر في خمستاشر في عشرين تمام؟ هيديني عندي هنا تلات تلاف سنتيمتر مكعم طيب كتلة المنشور بتساوي الحجم المنشور في كسافة النحاس أنا طلعت الحجم بتلات تلاف وعندي كسافة النحاس تمانية وتمانية من عشرة أضرب تلات تلاف تمانية وتمانية من عشرة يديني ستة وعشرين ألف وربعمائة جرام بمعنى أن أنا لو حبيت أحولها للكيلو جرام هأسم على الألف هيديني ستة وعشرين واربعة من عشرة كيلو جرام إبقى كده جبت كتلة المنشور ستة وعشرين واربعة من عشرة نبتدأ نشوف بالنسبة ليه وزن المنشور وزن المنشور هنا هيساوي الكتلة في عجلة الجازبية الارضية هو قال لي عجلة الجازبية الارضية بعشرة نيوتن يبقى عندي هنا ستة وعشرين واربعة من عشرة في عشرة هيديني متين اربعة وستين نيوتن 264 نيوتن اللي هو وزن المنشور طيب نيجي نشوف بعد كده نفس الكلام هنعملو مع الهرم حجم الهرم بيساوي طولة القاعدة في الارتفاع طولة مساحت القاعدة في الارتفاع يعني طولت في 15 في 10 في 16 طولت في 15 هنا المفروض 15 في 16 هديني 800 سنتيمتر مكعب جبت كده حجم الهرم هبتدي بعد كده اقول طبعا بعد ما جبت الحجم 800 ابتدي اقول كتلة الهرم بتساوي حجم في الكسافة الحجم 800 وكسافة 7.5 يديني 6000 جرام بمعنى ان كتلة الهرم ستالاف جرام يعني ستة كيلو جرام جبت كتلة المنشور وكتلة الهرم ابتدي اقول وزن الهرم اه كتلة الهرم في عجلة الجاذبية الارضة اللي هي العشرة اقول ستة في عشرة بستين نيوتن يبقى وزن الجسم كله بيساوي المتين اربعة وستين اللي هم بتوع المنشور زائد الستين اللي هي وزن الهرم يبقى وزن المنشور متين اربعة وستين زائد وزن الهرم ستين يديني تلتمية اربعة وعشرين نيوتن كده جبت وزن الجسم ككل ابتدي اخد العزوم باخد العزوم حول قاعدة الجسم طيب قاعدة الجسم يبقى هابتدي اقول ان التلتمية اربعة وعشرين في سين اللي هي الوزن بتاع او الكتلة بتاعة اه الوزن بتاع المجسم ككل في سين بيساوي وزن المنشور في عشرة ليه عشرة لان المنشور عندي ارتفاع وعشرين يبقى بعد مركز ثقل عن القاعدة بيساوي نص العشرين عندي بيساوي عشرة طيب عندي ستين اللي هي وزن الهرم في اربعة وعشرين انا عندي اربعة وعشرين اللي هي الارتفاع بتاع المنشور وعندي الهرم ارتفاع وستاشر لما اقول ان الهرم مركز ثقلو بيبعد الربع من جهة القاعدة يعني الستاشر على الاربعة فيها الاربعة اجمع الاربعة والعشرين يعني اربعة وعشرين يبقى هنا عندي السين بتساوي مجموع المتين اربعة وستين في عشرة بالفين ستتمية واربعين والستين في اربعة وعشرين اجمعهم مع بعضها هيديني اربعة تلاف وتمانين اقسمهم على التلتمية اربعة وعشرين هيديني السين او بعد السين اتناشر وستة من عشرة سنتي يبقى معنى كده ان مركز ثقل الجسم بيقع على محوره ويبعد عن قاعدة يعني القاعدة مسافة اتناشر وستة من عشرة سنتي يبقى لو انا رجعت للشكل هبصة لقي ان انا عندي هنا لو انا خدت محور التماسل بتاع الشكل هبصة لقي ان محور التماسل هيصل من النقطة دي اللي هي الرأس لغاية مركز او لغاية المركز بتاع القاعدة او نقطة المنتصف بتاعة قاعدة المنشور الخط ده هبتدى ايس من هنا من النقطة دي مسافة اتناشر وستة من عشرة وحط خط هيبقى ده بعد مركز الثقل بتاع الشكل يبقى انا اقدر اقول ان بعد مركز الثقل الشكل بيبعد من جهة القاعدة مسافة اتناشر وستة من عشرة هنشوف بعد كده المثال اللي بعد كده مسال تلاتة يقول لي اوجد موضع مركز الثقل للجسم الموضع امامك بالرسم والمكوب من استوانتين ومخروض بمعنى ان انا عندي استوانة اولى الاستوانة الاولى اللي هي موجودة عندي اللي هي دي الاستوانة دي القطر القاعدة بتاعها تمانية سانتي وارتفاعها تمانية سانتي عندي استوانة اخرى ركبة على الاستوانة الاولانية قطرها اربعة سانتي وارتفاعها اربعة سانتي عندي مخروض المخروض ده منطبق قاعدته مع قاعدة الاستوانة الصغرى لمعنى ان المخروض ده قاعدته عبارة عن دايرة قطرها اربعة وارتفاعه عبارة عن ستة سانتي انا من خلال الشكل اللي موجود قدامي اقدر اجيب اول حاجة اجيب حجم الاستوانة واحد استوانة كبيرة اجيب حجم الاستوانة الصغيرة اجيب حجم المخروض وابتدي اجمع التلاتة مع بعض وابتدي بعد كده اخذ العزوم حوالين محور التماسل لان هنا في محور تماسل يبقى بحدد البداية سواء هاخد من ناحية دي من جهة القاعدة بتاعة الاستوانة او من جهة الرأس بتاعة المخروض يبقى بحدد النقطة اللي انا هاخد عندها العزوم ممكن العزوم اخدها عند نقطة رأس المخروض وممكن اخدها عند قاعدة الاستوانة الكبرى يبقى ايا كان حسب الاتجاه اللي انا عايز اخد فيه العزوم بعد ما بجيب الحجم بالنسبة لي كل جزء من التلات اجزاء وابتدي اجيب اجمالي الحجم بتاعهم ابتدي اخد العزوم زي ما احنا هنشوف دلوقتي عندي الحل حجم الاستوانة الكبرى بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع طبعا عندي استوانة يعني عندي دايرة يعني قاعدتها دايرة يبقى مساحة الدايرة طهناق تربيع في الارتفاع اللي هو تمانية سنتي طيب الطاع عندي اتنين وعشرين على سبعة عندي الدايرة قطرها تمانية يعني نص قطرها اربعة يبقى اتنين وعشرين فاربعة فاربعة كمان لان انا عندي نق تربيع في تمانية لما هضرب اتنين وعشرين على سبعة فاربعة فاربعة فتمانية هيديني ربعمية واثنين وتسعة وعشرين من مية سنتيمتر مكاعدة بادها شوف بعد كده حجم الاستوانة صغرى برضو هيساوي مساحت القاعدة في الارتفاع طيب طه نقل تربيع في اربعة لان مساح الدايرة في ارتفاع الاستوانة اللي هو اربعة طيب اتنين وعشرين على سبعة ليه الطه في اتنين في اتنين في اربعة هيديني خمسين وتسعة وعشرين من مية سنتيمتر بتدي نجيب بعد كده حجم المخروط حجم المخروط طلت مساحة القاعدة في الارتفاع طبعا حجم المخروط عندي طلت الطه نق تربيعي اللي هي مساحة القاعدة طب مساحة القاعدة اللي هي برضو مساحة القاعدة بتاعت الاستوانة الصغرى يعني هقول طلت في اتنين وعشرين على سبعة في اتنين في اتنين في ستة اللي هي ارتفاع المخروط هيديني خمسة وعشرين واربعتاشر من مية سنتيمتر مكعم. بتدي بعد كده نقول حجم الشكل. عندي الاستوانة الكبرى ربعمائة واتنين تسعة وعشرين من مية. عندي الاستوانة الصغرى خمسين وتسعة وعشرين من مية. عندي المخروض خمسة وعشرين واربعتاشر من مية. دي حجوم الاشكال مع بعضها. ببتدي اجمعهم عشان اجيب حجم الشكل ككل. هيديني ربعمائة سبعة وسبعين واتنين وسبعين من مية سنتيمتر مكعم. بتدي بعد كده نقول باخذ العزوم حول قاعدة الجسم. طبعا الجسم عندي فيه تماثل. يعني فيه محور تماثل. يبقى هبتدي اخذ العزوم حوالين القاعدة. قلت ان انا ممكن اخذ العزوم حوالين قاعدة المجسم. او اخذ العزوم حوالين رأس الايه المخروض. ايا كان. انا هنا هاخد العزوم حوالين قاعدة المجسم. طيب انا عندي اجمالي الحجم بتاع المجسم ربعمائة سبعة وسبعين واتنين وسبعين من مية بضربها في سين بتساوي. الربعمائة واتنين اللي هي حجم الاستوانة الكبرى في بوعد مركز سقل الاستوانة الكبرى عن القاعدة اربعة سمتي زائد حجم الاستوانة الصغرى اللي هي خمسين وتسعة واشتين من مية في بوعد مركز سقل الاستوانة الصغرى عن القاعدة الكبرى او قاعدة الشكل يبقى هقول عندي الشق الاستوانة الكبرى ارتفاعها تمانية والاستوانة الصغرى ارتفاعها اتنين. نص اه ارتفاعها اربعة نص اللي اربعة اتنين بالاضافة للتمانية هيبقى عشر. يبقى اول خمسين وتسعة وعشرين من مية في عشر. طبعا عندي المخروط اه الحجم بتاعها خمسة وعشرين واربعتاشر. في تلتاشر ونص. جات من اين التلتاشر ونص. تلاتاشر ونص لو رجعت للشكل. هبصى لاقي ان انا عندي اهو. عندي الارتفاع بتاع الاستوانة الكبرى تمانية. الارتفاع بتاع الاستوانة الصغرى اربعة. يبقى بجمع تمانية واربعة اتناشر. عندي ارتفاع المخروط هنا ستة ونص. الستة ونص باخد الربع بتاعها. يعني واحد ونص. هبتدي اجمع الواحد ونص اللي هي دي مع الاربعة مع التمانية هيديني التلاتاشر ونص اللي احنا كتبناهم هنا. اللي هم دول. يبقى هبتدي اقول انا جبت التلاتاشر ونص دي منين. بتدي بعد كده الربعمائة واتنين وتسعة واشرين فاربعة ب الف ستمية وتسعة وستاشر من مية. الخمسين وتسعة واشرين من مية في عشرة بخمسمائة وتنين وتسعة من عشرة. الخمسة وعشرين واربعتاشر في تلاتاشر ونص تلتمية وتلاتين وتسعة وتلاتين من مية يبقى هنا السين هتساوي اجمالي الارقام اللي انا طلعتها دي هيديني الفين ربعمية وخمسين وخمسة واربعين من مية على اجمالي الحجم بتاع الشكل اللي هو ربعمية سبعة وسبعين واتنين وسبعين من مية لما بقسم الالفين ربعمية وخمسين وخمسة واربعين من مية على الربعمية سبعة وسبعين واثنين وسبعين من مية هيديني خمسة واحد من عشرة سنتي بمعنى ان مركز ثقل الجسمي يقع على محوره ويبعد عن قاعدته مسافة خمسة واحد من عشرة سنتي يبقى اقول ان انا عندي بعد مركز الثقل بالنسبة لي آآ المجسم آآ اللي عندي بيبعد مسافة خمسة واحد من عشرة آآ سنتي عن قاعدة الاستوانة الكبرى كده انا قدرت اجيب بعض مركز ثقل للايه للمجسم يبقى ببتدي اجيب اول حاجة حجم الاجزاء بتاعة المجسم اللي هي الاستوانة الكبرى آآ زائد حجم الاستوانة الصغرى زائد حجم المخروض اجمعهم مع بعض وابتدي اخد العزوم بقول ان انا عندي كل مجسم ليه حجم بضربه في بعض مركز ثقل وعن المحور اللي انا باخد عنده العزوم وابتدي بعد كده اقول ان الرقم اللي هو اجمال الحجم مضروب في سين بيساوي آآ مجموع العزوم بتاعة الاجزاء بتاعة المجسم آآ يبقى السين هنا بتساوي آآ مجموع العزوم على حجم المجسم ابتدي بعد كده نشوف المسال تاني عندي آآ مثال اربعة اوجد موضع مركز ثقل الشكل الموضح امامك بالرسم الشكل ده عبارة عن مجسم المجسم ليه ابعاد خرجية زي ما هو موضحها ليه في الرسم كده آآ ابتدي اشوف الشكل ده اقدر اقسمه اقسمه الاشكال هندسية آآ او ليه اشكال منتظمة اقدر اكون عارف آآ بعد مركز ثقلها فين طيب لو شفت الرسمة دي بعد ما اقسمها انا هاخد هنا هاخد خط الاولاني امد الخط ده كده وانزل به قسمت الشكل ده بقى الشكل ده عبارة عن منشور رباعي وجيت خط الخط ده قسمته كده بقى عبارة عن منشور رباعي تاني لما خدت الخطين دول قسموه للشكل ده لمنشور سلاسي لمنشور ايه سلاسي انا هقول بعد كده يتم تقسيم الشكل الى المجسمات منتظمة كما هو موضح بالشكل المقابل اول حاجة نمرة واحد منشور رباعي واحد ابعاده خمستاشر في تلاتة في تلاتة اللي هو ده ابعاده خمستاشر ليه تلاتة وتسعة او تلاتة يعني خمستاشر في البعد ده تلاتة اللي هو عندي هنا في البعد ده تلاتة اللي هو موجود عندي هنا اجل المجسم التاني او المنشور الرباعي التاني ابعاده تلاتة وستة تسعة في تلاتة في تلاتة تسعة في تلاتة في تلاتة طيب منشور سلاسي اللي هو ده عبارة عن مسلس ابعاده ستة في تسعة والارتفاع بتاعه تلاتة يبقى اقول هنا ستة في تسعة في تلاتة تدي اشوف حجم المنشور الربعين من الواحد بساحة القاعدة في الارتفاع ثلاثة في خمس واشر بمية خمسة وتلاتين سنتيمتر مربع آآ حجم المنشور الربعين رقم اتنين بساحة القاعدة في الارتفاع تلاتة في تلاتة في تسعة باربعة وخمسين سنتيمتر مكعب. تدي بقى اقول حجم المنشور السلاسي اللي هو عندي طلت مساحة القاعدة اه في الارتفاع. يبقى طلت في ستة في تسعة في تلاتة. مساحة القاعدة تسعة. اه مساحة القاعدة ستة. اه المثلس عندي اه قاعدته ستة وارتفاعه تلاتة. يبقى نص في ستة في تلاتة. اه نص مساحة القاعدة في الارتفاع مصف ستة في تلاتة في الارتفاع تلاتة يبقى عندي واحد وتمانين سنتيمتر ايه مكعب. بتدي اشوف بعد كده حجم الشكل مية خمسة وتلاتين زائد اربعة وخمسين زائد واحد وتمانين هديني متين وسبعين سنتيمتر مكعب. ابتدي اخد العزوم حول محور السينات. انا اخد العزوم حوالين محورين السينات والصدات لان الشكل ما فيهوش تماسه. اجمال اجمال الحجم بتاع الشكل متين وسبعين في سين مية خمسة وتلاتين في واحد ونص. اربعة وخمسين في تسعة واحد وتمانين في اربعة ونص. يبقى متين وسبعين في سين بتساوي الفين اه متين واتنين ونص زائد ربما ستة وتمانين زائد تلتمية اربعة وستين ونص. اجماليهم هيبقى الف تلاتة وخمسين. يبقى السين بتساوي الف تلاتة وخمسين على متين وسبعين يعني بيساوي تلاتة وتسعة من عشرة. يبقى مركز ثقة للجسم يقع على بعد تلاتة وتسعة من عشرة من محور السنات. نبتنى نشوف اخذ العزوم حوالين محور الصدات. هقول هنا المتين وسبعين فصاد. بتساوي مية خمسة وتلاتين في سبعة ونص. زائد اربعة وخمسين في حد ونص زائد واحد وتمين في خمسة ورب. يبقى متين وسبعين في سين بتساوي اجمال الارقام اللي هو الف خمسمية وطمنتاشر خمسة وسبعين. اللي هو الف مية واتناشر ونص زائد واحد وتمين زائد ربعمية خمسة وعشرين وربع. اللي هو ربعمية خمسة وعشرين وخمسة وعشرين من مية. اجمعهم واقسمهم على المتين وسبعين. يبقى هنا هنا هقول صاد. الصاد بتساوي خمسة وسبعة من عشرة. يبقى مركز ثقة للجسم بيقع على بعد خمسة وسبعة من عشرة سنطي من محور الصدات. انا قلت اه لما بيجي لشكل غير متماسل زي ما احنا شوفنا في المثال الاخير. ان انا بجيب اه حجم الاجزاء. وابتدي اجمعهم. وابتدي بعد كده اخد اه العزوم في اتجاهين اللي هو محور الصنات ومحور الصدات. نتيجة لتقاطع البعد عن محور الصنات والبعد عن محور الصدات. بيلتقي البعدين مع بعض في نقطة. هي دي مركز ثقة الشكل الموجود عندي او للمجسم اللي موجود عندي. اه بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اشكركم واترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.